مرحبا يا مرحبا انا عسكري في الميدان لا خواف ولا جبان طول اليوم في خدمتي لا نحسان ولا غفلان اسمي عبدالعال الضبع امادي وصنعتي جهادي والشرف زادي ارفع علم بلادي باسم السيسي في كل الوادي تعلمت في العسكرية الاخلاق المرضية وكفاية عليه شرف الجندية اخش على الهديد والنار اذا كان النصر يسلم جناعه الجند المصري لم يسلم سلاحه يا مرحبا يا مرحبا انا عسكري في الميدان خد سبع سنين ونص حربت العدو انتصرت ود ثورة اتنين وخمسين كنت صاحب جمال عبدالناصر صاحبه بالمراسلة كنت ابعث له جوابات ويرد عليه كنت اقول له يا زعيم الشرق ومحررنا من الدخلاء يا مبيض الظلم وناشر الحق يا زعيم الشرفاء يا زهر في وردة ووردة في حديقة غراء يا نعم رجل اهداه الله بعد الرسول والخلفاء بفضل جمال قامت وحده واصبح الناس سواء الاشتراكية الديمقراطية دستورنا وحلم القدماء سين ارضي وارض كل مواطن الا الجبناء شعب جاهد بفضل جمال في كل معركة وابلا بلا يا ناصر الحق والدين الاسلامي وبانيه اعظم بناء اليك هذا الشعر يهدى من ابناء شعبك الاوفياء بنيت اعظم سد وولدت منه الكهرباء وحاجة دخلت صدك كل فائض من ماء لنتفع به واكتجفه في الارض الجرداء وقص الناس من عجز ومن شكوى الى سعداء جاهد من اجل بلادك فانت من ابنائها الكرماء انت الذي يسعد الزمان بذكره وبرأيه سننتصر على الدخلاء كنت تطب منه صورة شيد الرئيس اني ارجو من حظر سيادتك ان تتكرم علينا بارسال هدي الا وهي صورتك لنضعها امام اعيننا ونستهم منها كفاحنا وللد منها عهد استقلال عهد الحرية فكان الودي يقول لي ولد العزيز عبدالعال الضبع تقبلت رسالتك الرقيقة المعبرة عن شعورك فكان لها اجمل الاثر في نفسي وادعو الله ان يحفظكم لتكونوا عدة الوطن في مستقبله الزاهر ووصيكم بالمسابرة على تحصيل الناصر مسلحين بالاخلاق الكريمة لتساهموا في بناء الوطن العربي الخالد في ظل الحرية والمجد والله اكبر والعزة للعرب رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر يا مرحبة يا مرحبة سوف